موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي أضواء على الأحداث وأضواء اليوم نسلطها على الموضوعات التالية تركيا التصويت بنعم لتعديلات أردوغان وفي لبنان اتهامات بدور مشبوه لمصر وفي مصر الجيش وسيناريو التوريف موسيقى ذكرت محطة تي آر تي التلفزيونية الحكومية التركية أن 58% من الناخبين الأتراك صوتوا لصالح التعديلات الدستورية بعد فرز 99% من الصندوق وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في هذه المناسبة أن هذه النتائج تشكل منعطفا تاريخيا على طريق الديمقراطية المتطورة وسيادة القانون وتشمل هذه التعديلات 26 بندا ستحد من صلاحيات الجيش والسلطة القضائية الذين يعدان معاقل العلمانية في تركيا وستسمح تلك التعديلات بإمكانية محاكمة العسكريين أمام محاكم مدنية إضافة إلى تعديلات تعطي مزيدا من الحقوق للمرأة والعمال والموظفين وينظر كثيرون إلى نتيجة الاستفتاء كانتصار لتركيا في تطلعها للانضمام إلى دول الاتحاد الأوروبي لمزيد من قراءة هذه التعديلات أرحب معي هنا في الاستوديو بالكاتب والإعلامي الأستاذ لطفي زيتون والكاتب والمحالي للسياسي الأستاذ عبدالله حمود أستاذ عبدالله أستاذ لطفي مرحبا بكم أستاذ لطفي إذا سمحت لي أن أبدأ معك في قراءة لتعديلات التعديلات المقترحة والتي أقرت على المحكمة الدستورية التعديل الأبرز يشمل زيادة أعضاء هذه المحكمة الدستورية من 11 إلى 17 ثلاثة منهم يعيونهم البرلمان ما معنى هذا التعديل؟ يعني هي حزمة كاملة من التعديلات يعني إذا سمحت لي أن أبدأ ربما بهذه التعديلات يجمل معكمة الدستورية هو هذا يستهدف الحد من سلطة المجلس لعلى القضايا الذي يعتبر أحد المعاقل المتقدمة لما يمكن تسمياته الحرس القديم العلمانية التركية نعلم أنه قام المجلس بتعطيل كثير من القضايا آخرها يعني من قضية أرجينيكون قرر إقالة القاضي الذي تولى القضية يعني لأنه لم يمتثل لأوامر بعض الدوائر فاستهداف هذه الهيئة بتغيير الأساسي في التحويرات الدستورية هو للحد من يمكن القول تغولها يعني نعلم أن هذا المجلس كوينا بعد انقلاب سنة 1980 كضمانة من ضمانات التي وضعها الانقلابيون يعني الاستمرار الخط السياسي الذي وضعوه خلال ذلك الانقلاب منع محاسبة العسكر منع أي إجراءات تغييرات راديكالية في النظام السياسي وحصانة إلى الأبد لمن قاموا بالانقلاب وحصانة لمن قاموا بالانقلاب فهذا التغيير يستهدف ليس تغييرا دراماتيكي ولكن الحد من هذه السلطة المتغولة نوعا ما لها للمجلس ألا يعتبر أيضا بالمثال الذي أوردته لك يعني إمكانية أن يرشح أو أن يرشح البرلمان ثلاثة من أعضاء المحكمة الدستورية ألا يعتبر هذا الآن تغولا من السلطة التنفيذية سلطة الحكومة على قدر هو لن وسعه أعضاء وسعه عدد أعضاء المحكمة والسياسة الحزب العدلة والتنمية والمجموعات المرتفة حوله هي تغيير خطوة خطوة يعني هذه التغييرات الراديكالية ليست من سياستي يعني فهي من غير المنتظر أن تقع تغييرات كبيرة الآن في تركيا ويفرض وتفرض السلطة التشريعية يعني قضاء مرفوضين بالكامل ولكن سيبدأ الأمر ببحث عن قضاء يعني لا يتلقون أوامر إلا من ضميرهم المهني أساسا يعني وليس من جهات الله في تعديلات المجلس الأعلى للقضاء السيد عبد الحمود أيضا توسيع لأعداد هذا المجلس وتثبيتا لعضوية وزير العدل في المجلس يعني هنا ربما التدخل واضح إذا كان وزير العدل عضوا في مجلس القضاء الأعلى هذا يعني هذه قضية ممكن نتناقش فيها ونتفق ونختلف لكن يعني ما أريد أن أقوله أنه عملية توسيع الأعضاء هي إدخال مزيد من الديمقراطية في قرارات القضاء بمعنى أنه لا يمكن حصر الأراء بالنسبة لقضية معينة عند إصدار الحكم في عدد محدود ولا أن الأحكام تصدر بالتصويت بين أعضاء الدائرة القضائية هذه نقطة شديدة الأهمية وهذا يأتي في إطار عملية تحول في تركيا تقضي بنقل السلطات الأساسية من مؤسسات غير منتخبة إلى المؤسسات المنتخبة فإذا كان وزير العدل سيكون عضوا في هذا المجلس فوزير العدل هو نائب منتخب في البرلمان أصلا فهو سيكون عضوا بهذه الصفة مجلس القضاء الأعلى لا يبت في القضايا ولكنه يبت في تعيين القضاء وهذه قضية شديدة الأهمية فمعنى أن يكون للبرلمان ممثل صوت وللحكومة أيضا في قرارات تعيين القضاء وهذه الحكومة منتخبة من الشعب فهذا يعتبر مزيد من الديمقراطية في هذا السياق النقطة الأساسية كما قلت هو أن تركيا من خلال هذه التعديلات الدستورية التي صوت عليها الأتراك وبشكل فيه إقبال كبير نسبة حوالي تصل إلى 77-78% وأغلبية 58% بالموافقة هذا يؤكد عملية التحول الجارية في تركيا من حيث إحداث تغيير في بنية وسياسات المؤسسات الأساسية لأن ما كان يجري من قبل هو فرض الأتراكية التي حضرتك سميتها علمانية وأنا أسميها الأتراكية لأن العلمانية قضية أخرى على رغم أن الحزب الشعب الجمهوري الذي أسسه الأتراك طرأت عليه أيضا تعديلات وتحولات إلا أن ربما التحول الأبرز الآن أن الناس يقولون بأن هذه التعديلات أتت بعد نزاع في النيابة العامة إثر عزل المحكمة الدستورية للمدعي العام الذي كان ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية حتى بصرف النظر عن انتماء المدعي العام لحزب العدالة والتنمية أولا المفروض أن القضاء لا يكون حزبيا سواء كان مدعي عام أو قاضي قضاء واقف أو قضاء جالس لكن النقطة المثيرة للاهتمام هي أن ما يجري الآن سيكون ضمان لنزاهة القضاء بشكل أكبر إضافة إلى النقطة التالية لشريدة الأهمية وهي أن القضاء المدني سيكون هو السيد في هذا المجال وليس القضاء العسكري حتى العسكريين العسكريين يمكن أن يقفوا أمام المحاكم في القضايا التي يكون فيها اتهامات ضدهم اسمح لي أن أشرك معنا في هذا النقاش الكاتب والمحلل السياسي عمر أقور قماز وهو معنا من اسطنبول سيد عمر كيف تقرأ هذه النتائج هل يمكن لتعديلات التي أقرت عبر استفتاء بأغلبية أن تمحو نهائيا آثار انقلاب عام 1980 وأن تفتح صفحة جديدة كما يقول رئيس الوزراء التركي وتشكل منعطف تاريخي على طريق الديمقراطية المتطورة وسيادة القانون الجبنة يعترف أن هذه النتيجة من الاستفتاء تعتبر منعطف مهم جدا في تاريخ التركية كان هناك دائما في تاريخ التركية مشاكل قانونية ودستورية كلنا نعرف قبل الثمانينات كان هناك بعض البنوط في الدستور الذي كان يسبب مشكلة كبيرة لاتجاهات اليسارية والإسلامية حتى في بعض الأحيان الاتجاهات الليبرالية بعد الثمانينات بعد أن أتى تركوت أزال تغير كثير من هذه القوانين الآن هذا الاستفتاء أيضا يعتبر تقدما نوعا ما في تغيير كثير في الدستور لكن لا يكفي كل هذه التغييرات لأن الآن نحن في مرحلة جديدة في مرحلة جديدة أعتقد سيكون هناك محاولة أكبر لتغيير إلى الأحسن وإلى الأحسن لكن ما حدث في تركيا الآن بعد المعارضة لأحزاب اليسارية بعض الأحزاب اليسارية على الأقل يعتبر شيء كبير ومرحلة جيدة وجديدة في تاريخ التركية في قراءة هذه التعديلات المؤسسة القضائية كان يحسب لها أنها استطاعت في مرحلة من المراحل التاريخية أن تدفع بالبلاد إلى مزيد من الاستقرار بعد أحداث عام 1980 والاضطرابات التي حصلت ألا يخشى تقليل دور أو سلطة المحكمة الدستورية أن يؤدي إلى عدم استقرار في البلاد؟ في الحقيقة المحكمة الدستورية كان مفروضا يلعب دورا إيجابيا في تطوير قوانين وتطوير أعمال الحكومة الموجودة في البلد لكن كلنا نعرف أن حكومة إذا أرادت أن تعمل شيئا أو تتخذ قرارا من خلال البرلمان وهي من واجبات دولة دموقراطية المحكمة الدستورية كانت تسبب مشكلة دائما تعرقل القرارات التي كانت تخرج من برلمان تركيا لذلك لو اتفق كل الأحزاب السياسية في برلمان تركيا حول ما كان يريدون أن يجتدوا في بعض القضايا القانونية لما ذهبوا إلى الاستفتاء الحكومة في الحقيقة اضطر أن يذهب إلى الاستفتاء لأنها لا يستطيع أن يقنئوا أحزاب السياسية الموجودة في البرلمان نعم ابقى معي سيد عمر سيد لطفي إذن هي فعلا مرحلة تاريخية جديدة تدخلها تركيا اليوم كيف ستنعكس على أداء الحكومة التركية ما هي المجالات التي ستفسحها أمامها مثل هذه التعديلات طبعا هي ستفتح أمام الحكومة مجال أكثر للعمل السياسي لجمع مختلف فطيا في المجتمع التركي حول هذا المشروع التنمية في تركيا تحسين الوضع الاقتصادي الذي شهد قفزة حقيقة في ظل العدلة في أعلى مؤشراتها في التاريخ أيضا سيمكن السياسيين وهذا هو الأهم في تقديره من لعب دور الذي كان ينفرد به الجيش في ضمان وحدة تركيا بمختلف مكوناتها هذا كان الدور يحتكيره الجيش الآن هناك حزب صاحب مشروع لتركيا يحوز أغلبية مريحة من الأصوات يعني فارق 6% بين مشروع حزب العدالة والتنمية اللي في الحقيقة هو الوحيد الذي تقريبا الذي سند هذا الاستفتاح بينما عرضته حتى الأحزاب الكردية التي كانت تقليديا قريبة من العدالة والتنمية صوتت ودعات إلى التصويت ضد هذا فالآن هناك يتكون في تركيا شبه توافق وإجماع سياسي جديد يعني بمرجعية نقدر نقول ليست متناقذة تماما مع الماضي ولكن مختلفة قليلا يعني مع الماء فهذا كما قلنا يفتح أفاقنا مام الحزب ولكن يحمله مسؤولية أكبر يعني ولكن هذه المسؤولية ألا يمكن أو ثقل هذه المسؤولية ونشوة الانتصار التاريخي الذي حققه حزب أردوغان ألا يمكن أن يدفعه لأن يكون أقل تقبلا للمعارضة؟ بعد 8 سنين في السلطة يعني أثبت حزب العدالة والتنمية أنه قادر على حسن إدارة شؤون الحكم في تركيا وإدارة السياسة التركية وضع تركيا على الخريطة بشكل قوي أولا حزب العدالة والتنمية بيأتي معه إلى الحكم بقاعدة شعبية عريضة لم تكن ممثلة في عهد الدولة الأتاتركية من قبل الجيش يمثل صفوة الأحزاب اليسارية تمثل صفوة أغلبية الشعب التركي التي يمثلها حزب العدالة والتنمية لم تكن تتمتع بنفس التمثيل من قبل فالقول بأن هذا الحزب يعني يأتي لتفكيك الأتاتركية أنا أتفق معه نعم ولكنه لا يأتي بأسلمة مفروضة على الحكم في تركيا وإنما بتمثيل شعبي حقيقي طبقا للمكونات الشعب التركي وقدرته على احتواء مخاطر المقاطعة الاستفتاء في مناطق الأكراد تؤيد أن امتداده يتعدى القومية التركية إلى الأكراد أيضا التوجهات التي يدعو إليها من تأكريس الديمقراطية الحقيقية والتأكيد على أنه ليس هناك تناقض بين هديم الديمقراطية وبين المبادئ الإسلامية التي تعتبر مرجعية هذا الحزب حصلت على إعجاب وتأييد وترحيب من جانب أوروبا ومن جانب الولايات المتحدة وهذا سيعزز مدخل تركيا إلى الاتحاد الأوروبي إضافة إلى أن درها الإقليمي الذي تصاعد في الفترة الأخيرة يمكن أن يتزاوج مع تقدمها على صعيد الانضمام للاتحاد الأوروبي وهي عملية بدأت من سنة 62 وظلت تتأخر ولم ينجح العسكر الذين يرون أنهم الأقرب إلى أوروبا أو اليسار الذي يرى أنه الأقرب إلى أوروبا لما يسمى علمانيته في تحقيق ما حققه الإسلاميون نعم أستاذ عمر مفوض شؤون الاتحاد الأوروبي السيد ستيفان فولي قال أن هذه الإصلاحات خطوة في الاتجاه الصحيح لأنها تعالج عددا من الأولويات المتعلقة في جهود تركيا تجاه الوفاء بشكل كامل بمعايير الانضمام هل أصبحت تركيا بعد هذه التعديلات أقرب إلى دخول الاتحاد الأوروبي؟ أولا أريد أن أوضح أمر للمشاهدين نعم أولا الأصوات التي ظهرت في الاستفتاء بنعم والذين صوتوا لتأييد التغيير في تركيا لا يمثلوا أصوات لهزب العداد والتنمية وأيضا الذين عرضوا لهذا الاستفتاء وتغيير في البرلمان أيضا 42% أيضا لا يمثلوا هزب الشعب الجمهوري هناك شعب التركيا انقسم على قسمين مجموعة وقفة مع نعم ومجموعة وقفة مع لا لذلك النتائج لا يمثل هزبين بشكل نعم هذا أولا ثانيا ولكن عقوا في هذه النتائج البعض رأى بأن خسارة ربما الحزب الشعب الجمهوري في المحافظات المحسوبة عليه في هذه الانتخابات يمثل خسارة كبيرة له في حين أن حزب العدالة والتنمية صحيح خسر بعض المحافظات التي كانت محسوبة على حزب العدالة والتنمية ولكنه ربح في أخرى عوضها في محافظات أخرى لا أظن ذلك يعني هو بشكل صحيح أن الأحزاب السياسية الذين كانوا يعرضون لهذا الاستفتاء لم يستطيعوا أن يمسكوا قوائدهم بشكل عام مثلا حزب القوم التركي الذي كان يعرضوا الاستفتاء بشكل قوي لكن الأتباع أو القوايد الحزبة لم يسمع قيادة الهزبة فلوطوا للاستفتاء وهذا ما أريد أن أقول لأن نتيجة هذا الاستفتاء لا يعني أن حزب العدالة والتنمية حصل على 58% من الأصوات في تركيا هذا أولا ثانيا بالنسبة لأحزاب الألمانية ما يسمى بأحزاب الألمانية في تركيا الذين كانوا ينادون منذ بداية الجمهورية حول انضمام التركيا إلى وحدة الأوروبية بدأوا يعارضون الانضمام إلى وحدة الأوروبية وإنما الأحزاب المتحفزة مثل هزب العدالة والتنمية هو الذي يقود المعركة الآن كيف ينضم التركيا إلى وحدة الأوروبية لذلك خريطة التركيا من ناهية ذكرية قد تغير كثيرا لذلك الأحزاب الألمانية والأتباع لأحزاب الألمانية في حيرة كبيرة كيف ينضمون إلى وحدة الأوروبية ووحدة الأوروبية تنادي بالحرية أكثر في تركيا وتعبير الحرية وحرية الإفادة في تركيا كيف لمحطلحاتهم لذلك هم يبحثون عن مصادر كيف يستطيعون يتحكموا على هذا الشعب حتى لا يوضع حرية أكثر وهذا الاستفتاء كانت بين أهل الحرية وبين أهل الاستقدار عمر قرقماز الكاتب والمحل السياسي كنت معنا من إسطنبول ستدلق فيها تتفق مع هذا التشخيص بأنه كان مع هذا الاستفتاء كان استفتاء لمن يقف مع الحرية صحيح أنه أعطى فتح مجال لكثير من الحريات فيما يتعلق بمحاكمة العسكريين وأعطى حقوق مزيد من الحقوق للمرأة والرجل ولكن خسارة حزب الأحزاب القومية في كثير من المحافظات ألا يعتبر فوز انتخابي أو عبارة عن مرحلة مبكرة من اختبار ثقة لرجب طيب أردوغان وحزبه شوفوا تصوير الاستفتاء كأنه موجه للجيش وهذا ما لاحظته اليوم في بعض الصحافة الغربية أنه الجيش انهزم في تركيا وأن العسكريون سيحالون على محاكمة مدنية يعني نحن نشهد كل يوم محاكمات العسكر يعني هي قضية هذه أرغانيكون وهي بصد الانتهاء يعني مسائل نادرة ثم هي محاولة لوضع حزب العدالة والتنمية في موجهة الجيش بينما الناظر في العلاقة يرى أنه هناك يعني العلاقة تتطور نحو الأحسن والأفضل وهناك كلام بين الطرفين وهناك حوار يعني يجري الإجراءات عموما يعني فيما يخص توسيع القضاء أنه البرلمان يتدخل في تعيين نحن نعلم في أمريكا مثلا المحكمة العلية في أمريكا يعينها الرئيس ويارضع الكونغرس ولا أحد يتحدث شخص يعين قضاءة المحكمة العلية ولا أحد يتحدث على عدم الديمقراطية يعني هناك البرلمان سيعين مجموعة صغيرة ثلاثة ثلاثة نعلم أنه في تركيا لم يكن هناك حق الإضراب ممنوع الإضراب عن العمل نعم في التعديل الجديد نعم أصبح هناك شكل من أشكال العمال بالإضراب يعني فأيضا حقوق وتأسيس ما يسمى بمحاكم للمظالم أو رفع شكو على موظف الدولة فهذا الاستفتاه هو توسيع حقيقي لمجال الحريات لم نصل إلى الأمثل طبعا بعدما حدت المحكمة الدستورية قبل الاستفتاء من هذه التعديلات ولكن هي خطوة كبيرة الخطوة أنا في تقديري ليست فقط استرضاءا للأوروبيين وأنه للترشيح تركيا لأنه الرفض الأوروبي لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي يتعلق بمسائل استراتيجية أوسح من مجال موضوع الحريات في تركيا حتى لو تحول التركيا إلى جنة الديمقراطية ولكن هي مبرات تطور المجتمع التركي تطور العملية التنمية في تركيا تطور الوعي السياسي في تركيا يتطلب هذه الخطوة حتى تحتل أو تستعيد تركيا مكنتها في الأقليم وفي العالم وهذه حاجة يشعر بها الشعب التركي وأنا في تقديري يشعر بها أيضا الجيش التركي الذي هو مثل في العقود الأخيرة كما قلت الضمانة الأساسية لتوحيد هذا البلد والمحافظة على هذه الدولة القومية الكبرى في المنطقة فلا يبدو أن الجيش لا ترتفع أصوات كبيرة من داخل الجيش تعارض هذه الإجراءات على عكس ما يقع في الجانب السياسي الذي هو خاصة أن الأتاتركيين يبدو جزع كبير ويبدو أن قواعدهم لم تكن مقتنعة بهذه الحدية في رفض هذه الإجراءات وذلك ما يفسر هذه النتائج فأحنا أمام تطور طبيعي مرحلي لما حالة ليست تطور كامل لكن تطور مرحلي يقتضيه حاجة المجتمع التركي وخاصة أن هناك كثير سيد عبد الله كما ذكر سيد عمر قروكماز من ناخبي الأحساب القومية الأتاتركية العلمانية قد صوتوا لصالح هذه التعديلات كيف سينعكس ذلك على الانتخابات القادمة خاصة بأن الظاهر الآن بأن فعلا ناخبي تلك الأحساب قد فقدوا كثيرا من قواعدهم ستكون هناك انتخابات برلمانية في عام 2011 القادم بعد سنة تقريبا أعتقد أن حزب العدالة والتنمية مر باختبار الآن في هذا الاستفتاء لأنه لو كان خسر في هذا الاستفتاء لعلى صوت المعارضة مطالبة بالإسراع بانتخابات عامة باعتبار أن فشل في هذا الاستفتاء يعبر خسران للثقة لكن في هذا الوقت بالذات يبدو حزب العدالة والتنمية في موقف يؤهله للفوز في الانتخابات القادمة العام القادم للاستمرار في تطبيق السياسات التي يطرحها بناء على قبول شعبي واسع النقطة الشديدة الأهمية هي أن ارتفاع نسبة التصويت هذه المرة كان بدرجة أكبر في المناطق التي تعتبر قواعد طبيعية لحزب العدالة والتنمية خصوصا في مناطق الريف التي لم تكن تشارك في الانتخابات في السابق وكان من السهل على ما يسمى الأحزاب القومية يعني كلمة التوصيف القومي هو يعني ممكن هم يدعو أنهم قومين لكن التوصيف القومي حزب العدالة والتنمية هو حزب قومي لأنه منتشر في كل أرجاء القومية التركية وأراضي الدولة التركية يعني ولا يمكن توصيفه إلا بأنه حزب قومي أيضا وإن كانت مرجعيته إسلامية أحزاب التورانية ولكن المرضى القومية هي قومية تركية لا يعني أساسها مصطفى كمال أتاتورك هذا ما يعني عندما نستطيع القومية لا تعني مرضى مصطفى كمال أتاتورك هي موجودة من قبل ولكن هي مدرسة في السياسة يعني أيديولوجية معينة تبناها النظام حتى الآن ويجري الآن إعادة النظر فيها ما أريد أن أقول هو أن الانتخابات يمكن أن تتم حزب العدالة والتنمية أمامه فرصة كبيرة لإعادة صياغة الدستور بالكامل خلال فترة قادمة ولكن هذا أيضا سيكون موضوعا لاستفتاء بمعنى أن ما سيطرحه حزب العدالة والتنمية لا يعني بالضرورة أنه سياسة حزب العدالة والتنمية وإنما هو ما يريده الأتراج جميعا فيجب أن لا نقع في فرخ المعارضة التي تقول أن حزب العدالة والتنمية يريد أن يغير لصالحه هو وطبقا لأيديولوجيته هو لأن الشعب يستطيع أن يرفض ذلك الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبدالله حمودة ابقى معنا إلى الجزء الثاني والكاتب والإعلامي الأستاذ لطفي زيتون شكرا جزيلا لك فاصل إخباري قصير عزيزي المشاهدين نعود بعده لمتابعة فقرات برنامجنا فابقوا معنا شكرا جزيلا لك 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 اهلا بكم عزيزي المشاهدين مجددا إلى موضوعنا الثاني في أضواء على الأحداث حيث قال المدير العام للأمن اللبناني السابق جميل السيد إن هناك مخططا تقوده مصر والأردن والولايات المتحدة وإسرائيل لإحداث فتنة مذهبية في لبنان لإراحة إسرائيل على الحدود ونشد القيادة المصرية سحب أحد دبلوماسيها من بيروت لكونه يقوم بهذه المهمة وذكر أن الدبلوماسي المصري في لبنان أجرى لقاءات مع قيادات مسيحية من قوى الرابع عشر من آذار وقدم لها وعودا متحدثا باسم رئيس الاستخبارات المصرية عمر سليمان للقاء مزيد من الضوء على هذا الموضوع أرحب مرة أخرى بالكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبدالله حمودة أستاذ عبدالله الجانب المصري الرسمي قال بأن هذا مجرد محط خيال وكذبه بالمرة فماذا يمكن أن يكون من مبررات إذا صح مثل هذه الكلام للعب مثل هذا الدور يعني إذا صحت الابتعامات اللواء جميل السيد إذا صح هذا الكلام فهو أن السياسة المصرية تتحرك في إطار السياسة الأمريكية لتخفيف الضغط على إسرائيل في لبنان إذا كان هناك ضغط يعني محاولة احتواء أي مقاومة أو رفض للسياسات الإسرائيلية في المنطقة من جانب قوى لبنانية منها حزب الله وغيره القرائن اللي ممكن تكون في هذا السياق هي أن هناك نوع من الفطور في العلاقة إن لم تكن عداء من جانب طرف ضد آخر بالنسبة للموقف المصري من حزب الله بعد اكتشاف ما قيل أنه خلية لحزب الله كانت في سيناء وفي مصر وما يقال أيضا عن سياسات التشيع في مصر أو توجهات التشيع في مصر هذا الكلام إضافة إلى الخصومة ضد أي مجموعة يمكن أن تضع في اسمها كلمة إسلامية حركة المقاومة الإسلامية وغير ذلك ولكن في المقابل البعض يقول بأن هذه التصريحات إنما هي أتت لإثارة زوبعة من أجل برنامج ما يريده سيد جميل السيد ويصب في مصلحة أطراف معينة يعني أنا أشكرك استفادة ربما من هذا الجول لا أنا أشكرك على إثارة هذه النقطة لكن أنا شفت الرد المصري على لسان دكتور مصطفى الفقي وآخرين لكن هذا الرد يعني يقوله النظام المصري على لسان ممثليه والمتحدثين باسمه النقطة اللي أنا عايز أقولها أنني كمراقب أنا شفت مؤتمر صحفي ثاني للواء جميل السيد يتحدث فيه بطريقة يعني تفقد مطالبه أو طروحاته بعض المصداقية يعني عندما تحدث عن سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني وقال إذا لم يعطني حقي بالنسبة لقضايا رفعها ضد 34 مسؤولا سأخذ حقي بيدي يعني لا يتوقع أن يقال هذا الكلام من شخص ضابط كبير بردبة لواء وكان مدير الأمن العام في حق رئيس وزراء يعني هذا يعني هذا السجال يعني يصيب رئيس الوزراء اللبناني بعملية تشويه لم يتعرض لها أي رئيس وزراء للبنان من قبل لكنه في الوقت نفسه يعني يقلل من مصداقية اتهامات اللواء جميل السيد لأن هذا الشكل غير لائق ما فيش حد يأخذ حقه بإيده يعني إلا إذا تحول إلى شخص من نوع آخر يعني هو ربما هذا لتسخين الأجواء السياسية الآن المشحونة سلفا ولكن بالنسبة لمصر يعني ألا يمكن للموقف المصري الآن من القضية الفلسطينية ووقوف مصر والأردن أيضا كدول عربية وحيدة ربما في المفاوضات المباشرة وظهورها في الصورة في ظل ممانعة شعبية وممانعة حتى فلسطينية لمعظم أطراف الفصائل الفلسطينية هل ألا يمكن أن يعطي مثل هذه التصريحات ربما مبررات وأدلة؟ يعني هو من الصعب أن أتفق مع ذلك المبررات والأدلة لكن كلها قرائن بالنسبة لما أثرت حضرتك عن المفاوضات المباشرة والموقف المصري والأردني فيها أنا أعتقد كما يعتقد كثيرون أن هذه المفاوضات فاشلة قبل أن تبدأ وهي محاولة لإفادة الرئيس الأمريكي في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس ومحاولة للحفاظ على وحدة الحكومة الإسرائيلية لكي تستمر أما بالنسبة للفلسطينيين فالقول بأن الفلسطينيين يعني لن يخسروا أكثر مما خسروا وليس أمامهم إلا أن يذهبوا إلى أي مفاوضات حتى ولو كانت عباثية فهذا قول خاطئ وغير مقبول ومهين ويدفعهم لتقديم التنازل تلو الآخر خصوصا وأن نتنياهو يغير قواعد اللعبة كلما امتدت طريق خطوة مختلقة كمان فهو لا يريد تجديد تجميد الاستيطان ويريد فرض الاعتراف بيهودية الدولة مسبقا بينما يطالب بعدم وجود أي شروط مسبقة من جانب الفلسطينيين بس النقطة اللي أنا أعز أقولها بالنسبة لوجود الأردن ومصر للأسف الشديد هم موجودين بصفتهم أطراف ثانوية كومبرس في هذه المفاوضات لا يستطيعون تقديم مساندة للطرف الفلسطيني ووجودهم في واشنطن كان في صورة محلل لزواج محرم للأسف الشديد وهذا يفقد كلا السياستين مصداقياتهما أمام الشارع الذي يعارض أمام الرأي العام لا أحب قول الشارع أمام الرأي العام الذي يعارض ويرفض التواطئ في تمكين الإسرائيليين من الفلسطينيين في مفاوضات مباشرة غير متكافأة هذه تصريحات سيد جميل السيد وضعها البعض في سياق من يضع العصي في إطار أو في عجلة التقاربات العربية هذا يفتح الباب مجددا أمام العلاقة المصرية السورية هل يمكن لمثل هذه التصريحات أن تزيد ربما من الأجواء المشحونة بين سوريا أو بين دمشق والقاهرة بالتأكيد يمكن أن تكون لها بعض الأثار السلبية لكن أعتقد أن سوريا ومصر لديهما من القدرة على فرز الأمور أكثر مما يمكن القول به الآن وطبعا هناك أطراف في القاهرة يمكن أن تقول أن جميل السيد يتحدث باسم دمشق ما إذا كان هذا صحيحا أم لا هذه قضية أخرى لكن نعم الشحن في الموقف بين القاهرة ودمشق ما زال قائما بشكل ما وإن كان البعض يحب أن يغطي عليه نبقى أستاذ عبدالله في ارتفطان بالشأن المصري حيث ذكرت صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية في مقال نشر أمس بأن قادة من الجيش المصري يعارضون أن يتولى سيد جمال مبارك خلافة الرئيس المصري حسني مبارك ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الجيش أن الجيش سيثبت حضوره عند الجمهور في ساعة الشدة وتعتقد الصحيفة أن جزءا من قوة الجيش هو في سريته فهو لا ينصع إلا لأوامر الرئيس ورفض مطالب البرلمان المتكررة من أجل إظهار الشفافية وتقديم ميزانيته ولدى الجيش القدرة على التدخل لمنع أي قوة يراها تهديدا فبحسب جنرال متقاعد نقلت عنه الصحيفة فالجيش يمكنه التدخل لمنع وصول الإخوان المسلمين للسلطة ولا يزال يتعامل مع إسرائيل باعتبارها العدو الرئيسي على الرغم من معاهدة السلام المواقعة بين البلدين ونقلت عن الجنرال قوله أن القادة سيطيعون أوامر الرئيس لأنه مقبول من الشعب وليقبل تدخل الأحزاب السياسية في شؤونه للقاء مزيد من الضوء على هذا الموضوع مرة أخرى أرحب بك أستاذ عبدالله هذه المقال الذي نشرته النيوزويك عادة مرة أخرى أثار موضوع التوريث وسلطة الجيش في مصر في البداية قبل أن نتحدث عن رأي الجيش في التوريث ما هو دور الجيش المصري في الحياة العامة وفي الحياة السياسية يعني ليس للجيش المصري دور كبير في الحياة العامة للأسف الدور الأكبر هو لأمن الدولة شرطة أمن الدولة لا هنا سألتك عن دوره في الحياة العامة لأن البعض يأخذ للجيش بأنه قد تدخل في ساعات الأزمة ربما في أزمة الخبز قد تدخل تدخلت بأوامر من رئيس السادات لا بأوامر من رئيس السادات في أزمة الخبز في مظاهرات 77 يعني أنه دخل لتأمين البلد من ناحية دي آخر مرة يدخل لتأمين البلد النقطة الثانية أنه بالنسبة للحياة العامة أيوة في مزارع للجيش اسمها مزارع الخدمة الوطنية تنتج بعض السلع المهمة وهناك ومشروعات لتمويل بعض أنشطة القوات المسلحة التي لا علاقة لها بالدفاع وهناك بعض الخدمات يقدمها الجيش للمواطنين المدنيين لكن فيما عدا ذلك عندما تقول في مجال الحياة العامة يدخل فيه السياسة ويدخل فيه أشياء أخرى وهذا ليس مهم إذا قلنا بالتحديد هما دور الجيش المصري في السياسة في الموقف السياسي الحالي أولا بالنسبة لمعظم قيادات الجيش الكبرى يعني تعتبر موالية للرئيس والنظام بشكل كبير وهذا سيمنع أي دور لها إلا إذا ظهرت قضية الخلافة وإذا ظهرت قضية الخلافة بشكل غير مقبول من المؤسسة العسكرية يجب أن أشير في هذا الشأن إلى أن أي مناقشة لموقف المؤسسة العسكرية في مصر يعتبر من المحظورات لكن هذا لا يعني أنه لا يجب التطرق إليها لأنه من الضروري التطرق إليها وتحديد موقفها هناك قوة وطنية داخل الجيش هي فعلا كما قال المقال ترى في إسرائيل عدوا لها ولكن النظرة الرسمية أن إسرائيل ليست عدوا والرؤية لإسرائيل على أنها عدو هي أيضا رد فعلي لأن إسرائيل ما زالت ترى في مصر هي العدو الأكبر في المنطقة والسلام مع مصر لم يغير الخطط الإسرائيلية لاجتياح سيناء أو أشياء من هذا النوع عندما يرى الجيش أن عملية التغيير غير آمنة وغير مستقرة وسيأتي رئيس يمكن أن يثير قلاقل وعدم استقرار في البلد وبالمناسبة على رأس هؤلاء الذين يمكن أن يثيروا قلاقل وعدم استقرار في البلد جمال مبارك الذي طرأت حملة لمحاولة جمع توقيعات له لمنافسة حملة البردعي من ناحية إضافة إلى عملية الإساءة القذرة للبردعي وأسرته في هذه الظروف عندما بدأت تظهر هذه بدأ يحدث نوع من التململ داخل المؤسسة العسكرية المصرية أنا كنت أتساءل بشكل كبير عما إذا كانت كيف تستطيع صحيفة أمريكية أن تحصل على معلومات من المؤسسة العسكرية المصرية لكن هذا تم من خلال الجنرال المتقاعد والجنرالات المتقاعدين لا تنقطع صلاتهم بالمؤسسة التي عاشوا وقضوا حياتهم في سياسة اسمح لي أن نتصل بأحد هؤلاء القادة العسكريين السيد اللواء السابق السيد حسام السويلم المدير الأسبق لمركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة المصرية ومعنى من القاهرة سيد اللواء في البداية لدى الجيش كما تقول الصحيفة القدرة على منع أي قوة يراها تهديدا فهو يمكنه التدخل لمنع وصول الإخوان المسلمين للسلطة لماذا برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم أنا أود قولا أن القوات المؤسسة العسكرية منذ أن كنت أخدم فيها وحتى طرفتها منذ 67 لا تتدخل في السياسة إطلاقا هناك طلاق كامل ما بين المؤسسة العسكرية والسياسة منذ 67 لأن هذا التدخل في السياسة كان من أسباب الرئيسية لهذه من 67 ومن ثم بعد 67 أصبحت المؤسسة العسكرية مهنية حرفية بحتة كل مهمتها هو المحافظة على الأمن القومي ببعديه الداخلي والخارجي وليس لنا علاقة بالسياسة وتاريخ المؤسسة العسكرية منذ حرب 73 حتى اليوم برغم ما مرت به مصر من ظروف سياسية وكان أبرزها ما حدث في 23 أو 26 فبراير 83 و86 على ما أتذكر أحداث الأمن المركزي المؤسسة العسكرية الجيش نزر البلد وعندما طلب منه أن يرجع لمعسكراته وكسكناته ورجع تاني ولا نتدخل في السياسة إطلاقا أي أن كان الرئيس وولا حتى إذا كان الجيش يرى بأن هناك أخطاء كبيرة يجب أن تقوم بأنه لا يمكن السكوت علىها المقال أخذ لك فقط استشهادات من المقال الصحيفة تقول بأن عدم ثقة الجيش في السيد جمال مبارك تنبع من قربه من قيادات الحزب التي تصدر عالم البزنس في حين يرتبط العسكريون بالحرس القديم داخل الحزب الوطني هذا التعبير بيعكس رأي أحد الزباط المتقاعدين وليس رأي المؤسسة العسكرية الحالية هذا التعبير أو هذا الرأي رأي فرد وليس رأي المؤسسة العسكرية ولكن الصحيفة قالت أكمل كلامي أكمل كلامي المؤسسة العسكرية حاليا تدين بالولاء للقيادة السياسية فقط وما سينتج عن رأي الشعب في الانتخابات يتقدم جمال مبارك يتقدم زايد يتقدم عمر الشعب هو صاحب الكلمة هو الذي سيقر مش أي كاتب أو مش أي معلق أو مش أي واحد ولكن ياهولا ليس أنا لا أستشهد لك بكلام أي واحد يعني رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب المصري الدكتور مصطفى الفقي قال ردا على سؤال عن ترشيح السيد جمال مبارك قال المؤسسة العسكرية ستبارك ذلك والله إذا كان الشعب سيؤيد ترشيح جمال مبارك المؤسسة العسكرية لا تشارك في الانتخابات كما تعلم المؤسسة العسكرية لا تشارك في الانتخابات رغم أن دول كثيرة ديمقراطية العسكريين يشارك في الانتخابات إذا الشعب قرر جمال مبارك هو الرئيس الأنسب لمصر المؤسسة العسكرية ستبارك كما قال مصطفى الفقي لان احنا مش ضد الشعب انتو بتلغوا الشعب ليه الشعب هو صاحب الكلمة النهائية سواء في جمال مبارك او غير جمال مبارك طيب وانت ما رأيك سيد لواء حسام في رأيي انا انا رأيي انا جمال مبارك شخص مناسب رأيي لديه طاقة عمل اثبت وجوده في الساحة المصرية في النجوع وفي القرى والاخره ليس لديه ما يشوبه واذا الشعب وفع عليه اهلا وسهلا وربني وفعه المدير الاسبق لمركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة المصرية لواء حسام سويلم كنت معنا من القاهرة شكرا جزيلا لك استاذ عبدالله اذا كان المؤشر النمو الاقتصادي ونمو بعض القطاعات المصرية البعض يعزوه الاقتصادية الى دور السيد جمال مبارك ورجال الاعمال فلماذا لا يكون حظ السيد مبارك كحظ المرشحين الاخرين من ان يكون لو ترتفع اسهمه في اي حظة بيكون مرشحا للرئاسة يعني وان يبارك الجيش بعد ذلك هذا الترشيح شوف حضرتك انا لا اتحدث بوجهة النظر الرسمية وامثل وجهة نظر واحد من الشعب المصري وانا ارى ان السيد جمال مبارك يعاني مما ينقص من اهليته للتقدم لهذا المنسب لسبب بسيط جدا وواضح جدا وهو ان الوضع مصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وانسانيا في اسوأ احواله ولا يستطيع السيد جمال مبارك ان يتبرأ ويدين النظام الذي ادى الى الاحوال بمصر الى هذه الدرجة من التدهور كما انه لا يمكن تبرئته من مسئولية تفاقم الاوضاع في السنوات الاخيرة لانه رئيس المجلس الاعلى للسياسات والامين المساعد للحزب الحاكم لشؤون السياسات ورئيس لجنة السياسات في الحزب الوطني الحاكم كل هذه الامور تجعل ان السيد جمال مبارك الذي لم يصل الى ما وصل اليه الا بحكم انه ابن الرئيس وهناك شخصيات مصرية عظيمة عديدة للأسف الشديد كل سوء حظهم انهم ليسوا ابن الرئيس فاذا كان هناك شخص يمكن ان يتقدم على اساس اهلية مزعومة وعلى اساس مؤهلات غير حقيقية لمجرد انه موجود في هذا البيت وفي هذا المكتب فانا اسف هذا ينقص من اهليته وهو يعني يجب ان يكون عندنا سياسيين من الشارع يعني سياسيين من القاعدة ولكن لا يحتاجوا الى دعم المؤسسة العسكرية يعني ربما البعض قلت من اهمية مفيلة المقال على انها فقط تصريحات لقادة عسكرية سابقية يعني ما قاله ضابط متقاعد هو يعبر بالتأكيد عن رأي عديدين في المؤسسة العسكرية وانا اقول هذا من الخارج وما قاله السيد اللواء حسان سويلم بضغط شديد يعبر جزء منه عن موقفه الشخصي في تأييده لجمال مبارك الذي ارفضه انا كما قلت لك هل يمكن ان يكون ايضا هذا رأي ينسحب على كثير من قادة الجيش المصري؟ بالتأكيد ينسحي على كثيرين من كبار قادة الجيش المصري الذين يختلفون مع ضباط اخرين لكن ليس هناك نقاش عام بالنسبة لموقف المؤسسة العسكرية المصرية وهي تظل رقم صعب يعني يمكن ان يظهر اذا تردت الامور في مصر الى درجة معينة وهذه امور سيحكم عليها الوقت وسيتم ظهورها للناس عندما يحين الوقت ويصعب التكهن بها الان ولكن ملامح ذلك القوات المسلحة المصرية تعتبر حصن للحفاظ على مصر امنا واستقرارا وايا كان الموقف فهي ستقف في جانب تحقيق الاستقرار وكما قال اللواء حسام سولي هي لن تقف ضد ارادة الشعب بمعنى لو خرج الشعب في مظاهرات او عصيان مدني فهذا لا يعني عدم استقرار لان الشعب يطالب بعقوق وسيكون من الخطأ ومن الخطر ان تدخل المؤسسة العسكرية لقمع عمل من هذا النوع لانه سيكون ضد ارادة الشعب الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ عبدالله حمودة شكرا جزيلا لك كما اشكركم عزيزي المشاهدين لقاؤنا بكم يتجدد في الغد اترككم في امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة